التطبيع في بعض البلدان العربية أصبح يفرض فرضا أنا كنت مع أهلي وأولادي منذ ثلاثة أسابيع في زيارة لقطر عربي للسياحة لا تريد أن تسمي؟ لا ما في داعي نذكر الاسم حتى لا نسبب لكم حرج وخرجنا من الفندق بغية التجول ولاحظنا عند مدخل الفندق حافلات يمكن ثلاثة أو أربع فيهم سياح إسرائيليين واضح السحنة واللهجة والتقسيم ليس هذا بل أن هذه الحافلات الثلاثة أو الأربع كانت محروسة من اليمين والشمال والأمام والخلف بمصفحات وأسلحة وبرشاشات لكي يتجولوا في هذه المدينة ولكي يمارسوا السياحة يعني هذا أكبر دليل على فشل التطبيع أن هؤلاء السياح بحاجة إلى حراسة 24 ساعة لكي يتجولوا في المدن العربية ولكي يمارسوا مهمة السياحة بعد ذلك ستكون طبيعية كما يقول أنصار التطبيع أنا أشك في ذلك أنا أتصور أن هذه الحالة تولد استفزاز على المدى البعيد الشعوب تقصد نعم استفزاز وليس تطبيع وأكبر دليل على فشل موضوع التطبيع هو هذا المنظر